أهلا بكم من جديد أعضاء مجلس الأمة عبروا عن فخرهم واعتزازهم ببطولات الكويتيين والملاحم التي سطرها أثناء الغزو العراقي الغاشم منوهين بما أظهره الشعب الكويتي من تلاحم والتفاف حول قيادة الشرعية وأكد نواب الأمة على الاستمرار بالستذكار هذه المناسبة الأليمة لاستلهام الدروس والعبر وليتكون أحداثه دافعا لنا لمزيد من التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الدستوري والشرعية في الذكرى التاسعة والعشرين للغزو العراقي الغاشم نستذكر في هذا اليوم وكل يوم أسماء أبطال من دولة الكويت رووا دمائهم هذه الأرض الطيبة وأسماء أسر قدم التضحيات فكانت تحرير وعودة الشرعية الكويت دفعت ثمن أبنائها شهداء بإذن واحد أحد وهذا شرف على صدر كل الكويتي يجب أن نتعلم من هذا اليوم وأن طافت سنوات ولكن الوقت موجودة نتعلم يجب أن نذكر أبنائنا دائما شنو صار بأثنين ثمانية من جار كنا نقدم لهم كل الدعم بمشاكلهم إن كانت اقتصادية أو بالحروب اللي خاضوها ولكن أهم درسها الوحدة الوطنية سبع تشر استضاع المجتمع الكويتي الصمود أمام أسلحة ودبابات وقتل وجرائم بوحدة وطنية هذا كان السر طبعاً لما نتكلم بأن الجيل القادم يجب أن نذكر دائماً ونعلم هذا الشيء هو ليس من باب حقد أبداً الكويت اليوم ساهمت في بناء العراق وتساعد الشعب العراقي بالنهاية نحن دولة الإنسانية وأمير دولة الكويت ملقب بأمير الإنسانية ولكن هذا الدرس أو التذكير سنعرف أنه في محنة كبيرة توحدة فيها أبناء الشعب الكويتي بجميع طوائفهم وتوجهاتهم هذا أهم درس وأنه ما عندنا شيء غير هذا البلد ولا عندنا شيء غير تراب هذا البلد نواب الأم أشاروا إلى أن الوحدة الوطنية يجب أن تكون هدفنا جميعاً حتى نستطيع مواجهة التحديات بقوة وعزيمة في ذكرى أثنين ثمانية نستذكر في الحقيقة دماء شهدائنا الأعزة ومعاناة الأسرة ومعاناة ذو الشهداء وذو الأسرة معاناة الشعب الكويتي قاطبة معاناة من صمد على هذه الأرض أو من تغرب في الخارج لذلك يجب أن نستلهم ونستفيد من هذه المحنة التي ألمت بوطننا وهي التكاتف والتعاضد والتلاحم والتضامن والتعاون فيما بيننا كمجتمع كويتي بجميع طيافة يجب أن نتعاون ونتعاضد بوحدتنا الوطنية بالتزامنا بثوابتنا الوطنية وثوابتنا الدستورية ولن ننسى قدرة الدبلوماسية الكويتي على حجد الجهود الدولية التي قادها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وسمو الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله صباح رحمه الله وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعه الذين بذلوا الكثير من أجل تحرير الكويت وحجد العالم لمناصرة الكويت ومساندة شعبها نواف الشراكي تلفزيون دولة الكويت